خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الأوقاف الرئيس سيسي يوجه بتطوير برامج تأهيل وتدريب الأئمة بلينكن يلتقي هرزاك في تل أبيب ويقول إن المحادثات بشأن غزة ربما تكون أخرى فرصة للتوصل إلى هدنة الحزب الديمقراطي الأمريكي يعقد مؤتمره الانتخابي في شيكاغو لدعم ترشيح هاريس رسميا لخوض انتخابات الرئاسة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أهلا بحضراتكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعناية بالآئمة والخطباء وبتطوير برامج تأهيل وتدريب الآئمة التي تتم بغرض تأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية وذلك بهدف استقل المستمر لخبراتهم ولتعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير وفقا لصحيح الدين الإسلامي الحنيف جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف أسامة الأزهري حيث وقال متحدث الرئاسة أن الاجتماع تناول قطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة من خلال محاورها الأربعة المتمثلة في مواجهة التطرف اللاديني والديني والإرهاب بكفة صوره وكذا التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية وتعزيز عمليتي بناء الإنسان وصنعة الحضارة كما تناول الاجتماع أيضا استعدادات وزارة الأوقاف للمؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية والمقرر انعقاده يومي 25 وال26 من أغسطس الجاري بعنوان دور المرأة في بناء الوعية ولا بيأتيك الرسالة تقدير للمرأة ويهدف إلى إبراز دورها الكبيرة في بناء الأسرة والمجتمع وصل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي إلى العاصمة السعودية الرياض حيث كان في استقباله نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير التجارة السعودي ماجد القصبي وذلك مع عدد من المسؤولين بالرياض كما سيلتقي عبد العاطي برموز الجالية المصرية في السعودية وبعض المستثمرين المصريين بالمملكة وأوضحت الخارجية في بيان لها أن الزيارة تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة وتدعيم أواصر التوطام العربي في مواجهة تلك التحديات تحتفل مصر والعالم في 19 أغسطس من كل عام باليوم العالمي للعمل الإنسانية أكدت مصر بهذه المناسبة إيمانها راسخ بالإنسانية والحيادية وعدم الانحياز والنزاهة والاستقلالية وعدم التسييس كمبادئ أساسية عمال العمل الإنسانية هذا ويتزمن اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام مع الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطع غزة وحرصت مصر منذ بداية الحرب على غزة على تقديم يد العون للأشقاء في فلسطين لتخفيف معالاتهم وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لهم كما استقبلت ما يزيد عن 500 ألف سوداني منذ نشوب الأزمة السودانية في إبريل 2023 ووفرت لهم كافة سبل الدعم والرعاية وذلك بالإضافة إلى خمسة ملايين سوداني آخر يقيمون بالفعل في مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حدفنا هو تسليط الضوء على المساهمات والجهود المتميزة اللي بيقوم بها العاملين الإنسانيين في مصر وأيضا حول العالم هدفنا هو تسليط الضوء أيضا على جهود متطوعي وموظفي الهلال الأحمر المصري اللي خاصة قلال 2023 حتى هذه اللحظة لم يتوقفوا منذ اندلاع الحرب في السودان وهم موجودون على معبر أرقيين وأيضا معبر قسطل على الحدود المصرية السودانية ثم مرورا بما حدث في ليبيا والعمل على تقديم المساعدات ثم أيضا ما حدث بعده من أو يعني بالإضافة إليه من أزمة غزة التي أيضا لن نتوقف العمل في تقديم المساعدة للقطاع منذ 8 أكتوبر وحتى هذه اللحظة هو يأتي في وقت صعب في المنطقة العربية ومنطقة شرق الأوسط وشمال إفريقيا ولسيما مع الأزمة في غزة حيث لقي العديد من العاملين في المجال الإنساني حتفهم نتيجة أو جراء للصراع اليوم نحن هنا في الهلال الأحمر المصري لنحتفي ولنسمى على الجهود التي لا يمكن حتى وصفها للعملين والمتطوعين في الهلال الأحمر المصري والتي بزلوها في العديد من الأزمات ولسيما لتقديم الدعم لمن يحتاجونه في قطاع غزة وأيضا في التدعيات التجاهة على العديد من الأزمات الأخرى إن التاريخ ستوقف طويلا أمام تلك الحرب يسجل بأساتاً كبرى أنوانها الإمعان وحصار شعب كامل وتجوعه وترويعه وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصانع أو تحقيق الأمن التقى وزير الخارجية الأمريكي أنطاني بلينكين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغا في تل أبيب وحذر بلينكين من أن المفاوضات الجارية بشأن هدنة في قطاع غزة هي ربما أخرى فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر ومن المقرر أن يلتقي بلينكين اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمي نتانياهو لإقناعه بأهمية إنجاز الأجزاء المتبقية لتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار كما يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت كذلك قال وزير الخارجي الأمريكي أنطاني بلينكين قال إن محدثات وقف إطلاق نار في غزة تمر الآن بلحظة حاسمة وصفا أحدث الجهود الدبلوماسية التي يبزلها الوسطى لإنهاء الحرب بأنها قد تكون الفرصة الأفضل وربما الأخيرة لإعادة المحتجزين وقبيل اجتماعه مع رئيس إسرائيل إسحاق هيرتسج أكد بلينكين أن واشنطن تعمل أيضا على ضمان عدم حدوث تصعيد في المنطقة وسط مخاوف من هجوم إيراني محتمل على إسرائيل ردا على اختيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والذي وقع في تهران الشهر الماضي إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتحجير قصري غير مقبول أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و134 إصابة خلال 24 ساعة الماضية وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40 139 شهيدا و92 743 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي قلصت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح البري بالتجاه منفذ كرم أبو سالم حيث بلغ عدد الشاحنات اليوم أربع شاحنات تحمل مشتقة بيترولية وتحديدا مواد الغاز هذا في الوقت الذي يعاني فيه سكان القطاع من أزمات كارثية في الماء والكهرباء والغزاء جراء سياسة التجويع التي تتبعها قوات الاحتلال بحق المدنيين الأمر الذي تسبب في تفاقم الأوضاع وانتشار المجاعة والأوبئة المزيد نتابعه مع الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري في هذه المتابعة لتدعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من أمام معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء المصرية نرصد الصورة بكفة أبعادها البعد الأول الخاص بالمساعدات الإنسانية حيث لم يستقبل معبر رفح اليوم سوى أربع شاحنات محملة بمشتقات البترول وتحديدا الغاز وهذا اندل يدل على استمرار سياسة التعنت الإسرائيلي تجاه المساعدات الإنسانية الخاصة بالمواد الغذائية والإغاثية وأيضا المواد الطبية وأيضا العديد من الأدوات الخاصة بالإغاثة والطب والعلاج والأدوية هذه الحالة من التعنت على مدار الأيام السابقة لم تسمح بالكثير من الشاحنات كما هو معتاد خلال الفترات الماضية هذا عن البعد الأول أما البعد الآخر وهو البعد الأكثر قصوى استمرار الغارات الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة حيث نحن منذ الصباح هناك سماع لدوي انفجارات متعددة ومنوعة في عدد من الأماكن المتفرقة داخل القطاع تحديدا في جنوب قطاع غزة وأيضا هناك سماع لعدد من الأصوات الخاصة بالمسايرات وأيضا تحديدا التي يطلق عليها الزنانة على مدار اليوم أيضا تقليص لعدد الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية واليوم لم تدخل من المعبر أي من هذه المساعدات هذه الصورة بكفة أبعادها وإليكم الكلمة رحبت تهران بالجهود المبزولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن الإدارة الأمريكية تملك القوة اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن مشيرة إلى أن الأمر بات في يد واشنطن لتثبت أنها جادة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بغزة كما لفت إلى أن تهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتدعم جهود وقف إطلاق النار بغزة أفادت وسائل أعلام لبنانية بأن طيران الحربي الإسرائيلية خرق جدار الصوت مجددا في الجنوب اللبناني وصولا إلى صيدة وبيروت ومناطق بجبل لبنان من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم مباني عسكرية لحزب الله في منطقتين عيت الشعب وحانين بالجنوب اللبناني حالة من القلق المتزايد تشهدها الحدود اللبنانية الإسرائيلية في ظل استعدادات تل أبيب لردود فعل محتملة من إيران وحزب الله بعد سلسلة الاغتيالات الأخيرة ووسط مخاوف إقليمية ودولية من اتساع رقعة الصراع وأجر المنطقة إلى حرب شاملة الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات ليلية على عدد من المناطق بالجنوب اللبنانية استهدفت بلدة حوله في قضاء مرجعيون بالنبطية وأطراف بلدة عيت الشعب وبلدة بيت ليف أسفرت عن سقوط عدة أشخاص وعلى الجانب الآخر لا يتوقف دوي صافرات الإنذار للتحذير من سقوط صواريخ حزب الله التي تستهدف مستوطنات الشمال مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في البنية التحتية لتلك المستوطنات ويأتي هذا بعد أن أطلق حزب الله أكثر من أربعين صاروخا نحو شمال إسرائيل حيث أكد الحزب استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية عدة بما في ذلك جبل الدير وقاعدة جبل نيريا بصواريخ كاتيوشا من جهته قال متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل إن ثلاثة من جنود حفظ السلام التابعين للقوة أصيبوا بجروح طفيفة عندما وقع انفجار بالقرب من آلياتهم في محيط يارين بجنوب لبنان في غضون ذلك أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه العميق إزاء ارتفاع عدد القتل المدنيين والنزوح المتزايد نتيجة تصاعد الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل المكتب دع جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنسانية مشددا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني تظاهر عشرة نشطاء الأمريكيين أمام حفل العشاء الترحبي لمندوبي الحزب الديمقراطي الذين يشاركون في المؤتمر الوطني للحزب والذي تنطلق أعماله في مدينة شيكاغو بولاية إلناي الأمريكية اليوم وطلب المشاركون في المظاهرة بالضغط على المندبين الذين يمثلون كافة الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري كما أعربوا عن مشاركتهم في الفعاليات الاحتجاجية أثناء المؤتمر لإجبر الإدارة الديمقراطية الحالية على وقف التمويل العسكري لإسرائيل ودعمها الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعب الفلسطيني يعقد الحزب الوطني الديمقراطي الأمريكي مؤتمر الحزب الهدف لدعم مرشحة الرئاسة كامالا هاريس يتي ذلك في أول مؤتمر انتخابي للحزب بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من سبق الرئاسة من شيكاغو تحاول مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس يغطى الأجندة الانتخابية للحزب حيث تتوجه أنظار ألاف الديمقراطيين إلى المؤتمر الوطني للحزب الذي يستمر حتى الخميس المقبل من المتوقع أن يقدم الحزب برنامجا سياسيا أكثر وضوحا في إطار عرض إيجابية يؤكد على الوحدة والانسجام داخل الحزب ويضمن كافة السبل المقترحة لدعم المرشحة لمنصب الرئاسة كامالا هاريس والنائب المحتمل طايم وولز في الإطار الذاتي يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعداد خطابه المزمع إلقائه في ليلة افتتاح المؤتمر ليكون داعما لهاريس ومن المتوقع أن تكون مرشحة الحزب للرئاسة كامالا هاريس والمرشح لمنصب نائب الرئيس حاكم ولاية مينيسوتا طايم وولز المتحدثين الرئيسيين في الليلتين الأخيرتين من المؤتمر حسب التقاليد وستقبل هاريس ترشيح الحزب الديمقراطي في احتفال رسميا في اليوم الختمي للمؤتمر وتتحدث عن رؤيتها والقضايا الرئيسية الخاصة بحملتها وعن اختيارها لنائبها ووقع اختيار الديمقراطيين على شيكاغو التي تمتلك تاريخا طويلا مع مؤتمرات ترشيح الحزبين الرئيسيين للرئاسة بالسبب موقعها في الغرب الأوسط القريب من ولايتي الجدار الأزرق ويسكونسين ومينشيغن كانت شيكاغو قد استضافت 14 مؤتمرا جمهوريا وأحد عشر مؤتمرا ديمقراطيا على مر العقود ويشهد عام 1968 أسوأ مؤتمر للديمقراطيين في مدينة شيكاغو حيث اندلعت تظاهرات منددة بحرب فيتنام واستخدمت الشرطة القوة المفرطة في التعامل معهم وفي ظل تعهد بعض المجموعات بتنظيم تظاهرات خلال المؤتمر لا سيما المؤيدة للقضية الفلسطينية والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة والدعم الأمريكي لها يضاف بعدا جديدا للمؤتمر ويعيد للأذهان أحداث شيكاغو عام 1968 انتقدت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس على نحو غير مباشر الرئيس السابق ومنافسها الجمهوري في التهبة الرئاسة دونالد ترامب وألمحت إلى أن سياساته تركز على تقويد المنافسين وخلال حملة انتخابية لها في ولاية بنسلفانيا قالت هاريس أمام حجد من أنصارها إن المقيس الحقيقي والصادق لقوة الزعيم يعتمد على من يرفعه معتبرة أن أي شخص يركز على تقويد الآخرين جابان وذلك على حد تعبيرها وفي المقابل وصفها المرشح الجمهوري دونالد ترامب خلال حملة انتخابية في شرق بنسلفانيا بأنها متطرفة في الأزمة الأوكرانية أعلنت القوات الجوية الأوكرانية صد هجوم روسي شمل هجوما على العاصمة كييف أوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن وحدات الدفاع الجوية دمرت 11 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية فوق ميكو العيف وتشيركاسي وبينيتسيا ودنبرو بيتروفاسك وخركيف ودناسك أعلنت الشركة الأوكرانية المشغلة لشبكة الكهرباء ووزارة الطاقة أنها ستعود لقطع تيار الكهرباء مجددا عن بعض العملاء بسبب نقص التوليد جراء الهجمة الروسية على الشبكة فضلا عن تزايد الاستهلاك بسبب الطقس الحار كانت السلطات الأوكرانية وضعت قيودا واسعة على إمدادات الطاقة في يوليو الماضي بسبب إطلاحات في العديد من وحدات الطاقة النووية الرئيسية بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة كما كثفت روسيا من هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على قطاع الطاقة في أوكرانيا ما تسبب في انقطاع طيار الكهربائي عن العديد من المناطق وأكبر كييف على بدء استيراد الكهرباء على نطاق واسع من الاتحاد الأوروبي رفعت روسيا شكوى لألمانيا بشان تحقيق الذي تجريه في تفجيرات وقعت في 2022 واستهدفت خطوط أنبيب نوردستريم أفدت وكلة الإعلام الروسية أن رئيس الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية أوليجا تيباكين صرح بأن موسكو تعتقد أن التحقيق الألماني سيغلق دون إعلان المسؤولين عن التفجيرات كانت وسائل إعلام ألمانية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن ممثل الإدعاء الألمان خلصوا إلى أن مدرب غوص أوكرانيا هو مشتبه به رئيسي في التفجيرات وأصدروا مذكرة الاعتقال بحق في بولندا ومن جانبه قال ممثلون الإدعاء في بولندا أن المشتبه به تمكن من مغادرة البلاد نظرا لعدم إدراج ألمانيا اسمه في قاعدة بيانات المطلوبين قرر الحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان إجراء انتخابات رئاسة الحزب في 27 سبتمبر المقبل ومن شبه المؤكد أن يصبح الزعيم القادم للحزب رئيس للحكمة اليابانية نظرا لما يتمتع به الحزب من أغلبية في مجلس أنواب وإتي ذلك بعد قرار رئيس الوزراء الحالي رئيس الحزب الحاكم فاميو كيشيدا التنحي عن منصبه منهيا فترة ولايته والتي استمرت سلسة عوام بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية صيفية سنوية اليوم وتأتي هذه التدريبات التي تسمى بدرع الحرية في الوقت الذي تسارع فيه كوريا الشمالية إلى تطوير براميها النووية والصاروخية وتحاول إطلاق أقمار صناعية استطلاعية سعياً لتعزيز استعدادها المشترك للدفاع عن النفس ضد أسلحة كوريا الشمالية وتهديداتها الإلكترونية بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية صيفية سنوية وتأتي تدريبات الدرع الحرية أولتشي المقرر أن تنتهي في التاسع والعشرين من أغسطس في الوقت الذي تسارع فيه كوريا الشمالية إلى تطوير برامجها النووية والصاروخية وتحاول إطلاق أقمار صناعية استطلاعية جيش البلدين أعلن أن التدريبات ستعكس تهديدات وقعية في جميع المجالات بما في ذلك تهديدات صواريخ كوريا الشمالية وكذلك التشويش على نظام تحديد المواقع العالمية جي بي أس والهجمات الإلكترونية وغيرها من الدروس المستفادة من الحوادث الأخيرة وخلال اجتماع للحكومة دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوكيول إلى الاستعداد التام ضد كوريا الشمالية واصفاً إياها بأنها الدولة الأكثر تهوراً وعدم عقلانية في العالم الرئيس الكوري الجنوبي أكد أن نحو 19 ألف جندي من كوريا الجنوبية سيشاركون في المناورات على غرار العام الماضي مع إجراء 48 جولة من التدريبات الميدانية المشتركة بما في ذلك المناورات الميدانية وإطلاق النيران الحية والتدريبات البرمائية وطالما نددت بيونج يانج بحلفائها لتأجيج التوترات من خلال التدريبات العسكرية ووصفتها بأنها بروفات لحرب نووية بينما تقول سول وواشنطن إن تدريبات دفاعية وتأتي رداً على تهديدات الشمال أعرب رئيس الصيني تشيجان بينغ عن استعداده لإقامة علاقات عمل جيدة وصداقة شخصية مع رئيس البيتنامي تو لام الذي يقوم بزيارة بيكين ورحب تشيجان بينغ بزيارة الدولة التي يقوم بها لام إلى الصين وهنأه مرة أخرى بانتخابه أميناً عاماً لللجنة المركزية للحزب الشوعي البيتنامي وتعد الصين أولى دولة ليزورها لام بعد توليه منصبه وقال شجان بينغ إن هذا يعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها للعلاقات بين الحزبين والمندين وكذلك المستوى الرفيع والطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الصينية البيتنامية اشتراrieben toute منك وتمتل هذه المخصholm قدمت كلensingات اشتركوا في القناة جميع مهمين وكتبا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى أحيى الفرقة المصرية للموسيقى والغناء ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمهرجان العالمين الجديدة حفلة ليلة الأبطال وذلك في إطار احتفاء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأبطال الأولمبيات المصريين الفائزين والمشاركين في أولمبيات باريس على المصرح الرومني بالمدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة وقدمت الفرقة المصرية للموسيقى والغناء عددا من الأغنيات الوطنية في حضور أبطال الأولمبيات أحمد الجندي وسارة سمير ومحمد جبرو عبدالله طيثمانية وكريم أبو كحلى ومحمد أسيد وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة عمر الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ومحمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة على التقاط صور تذكارية مع الأبطال على المصرح الرومانية بالمدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة استقبلت الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية أبطال مصر في أولمبيات باريس 2024 برفقة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في مهرجان العالمين الجديدة وأجرى أبطال مصر جولة تفقدية لمنطقة الحفلات الكبرى في المنطقة الشاطئية الترفيهية على هامش فعاليات المهرجان يوم حافل بالفعاليات المتنوعة بمهرجان العالمين الجديدة في نسختي الثانية ثقافية وترفيهية لكن الرياضية كان لها النصيب الأكبر فوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استضافت الأبطال الرياضيين المصريين في أولمبيات باريس 2024 في جولة احتفالية خاصة لهم بالعالمين الجديدة باسم المنظومة الرياضية المصرية احنا النهاردة بيفعدنا ان يكون معانا أبطالنا اللي تشرفت بيهم وشرفونا وأبطالنا كمان يمكن تباعا ان شاء الله هيكون فيه نمازج كتير سواء في المستوى السني ونمازج احنا بنحضرها يعني لهم إطلالة إعلامية عشان كل الناس تعرفوا بشكل يعني واضح وصريح وجدي أولادنا اللي هم أبطال أفريقيا أو أبطال عالم لأن التأهيل للأولمبيات يأما بيكون على حسب نوع الرياضة من خلال بطولة أفريقية أو من خلال بطولة عالمية الحقيقة مبسوطين وفخرين بوجودكم كلكم النهاردة انتوا أسعدتونا انتوا خليتوا الشعب المصري عنده تطلع للبطولة قديتوا أمل للشباب وللولاد الرياضة مكسب وخصارة مش معنى انه فيه ناس ما خدتش مداليات انما ما قدتش أداء رجولي وبطولي احنا تاني بشكركم ونورته العالمية بنقول ان ان شاء الله نبدل نشرف الرياضة المصرية وآخر 7-8 سنين تقريبا كنا الحمد لله طورنا بشكل كبير جدا في الرياضة والوعي الشعب المصري بالرياضة زاد جدا كنا موفقين جدا الحمد لله في باريس كان فيه ناس مش موفقة شوية كان فيه لعيبة يعني قدر لهم انهم ما يبقواش موفقين بس أحب أقول ان هي يعني ما بنحبش موفق شوية في الأولمبياد بالذات لان الأولمبياد دي بحد زادها عادس كبير جدا عادس ما بيحصلش غير كل أربع سنين وان انت توصل في حد زادها زي في الأولمبياد زي ما كان دكتور قاشا في صبح بيقول ان ده شيء كبير جدا انا كنت جاب برونز في ريو كان عندي 18 سنة كنت حابة ان انا جيب دهب في أولمبياد باريس لان انا الحمد لله كل بطولات اللي فاتت كلها بطولات عالم أفريقيا اي بطولات انا بجيب فيها كلها دهب ما فيش بس غير هي برونز كان برونز ريو بس ويعني الحمد لله يعني احتفالية أبطال الأولمبياد لم تقتصر على الحاصلين على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية فقط بل شملت أيضا من كانوا مؤهلين لها في رفع الأثقال والمصارع الرومانية واجتملت الاحتفالية على جولة في المنطقة الشاطئية وحفل تكريم بالمصرح الروماني فضلا عن الاحتفاء بالأبطال بمؤتمر صحفي موسع واستضافة في برامج تلفزيونية مختلفة تابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك بمدينة العالمين الجديدة العزيمة والإسرار اللي عنده الواحد دي هي اللي بتخليه قدر يكمل وهي دي بشكر ربنا طبعا أنه خلاني مميز عن ناس كتير بحصولي عن المدارية دي وطبعا التخطيط من الوزارة والاتحاد عشان لو أنا عندي كل الشغف والإسراري أنه أعمل حاجة لكن الاتحاد مش مساعدني أو الوزارة مش مساعداني مش هادر أحقق أي ده فطبعا بشكرهم كتير عشان بدعمهم وبإسراري ومجهودي وبفضل ربنا طبعا إذا تحقق المدارية دي اتظلمت في الماتش اللي طلعنا على دهب ورضيت بنصيب الحمد لله وحصلت لأصابة في ماتش البرونز تركيزي خرق خالص برا الماتش ولكن زمالي جون بعد عوضوني إذا كان أحمد ولا صارة ففرحتي كملت والحمد لله مش حاسس بأي فرق أن أنا ضاع من المديرة لأن في ناس تانية جيت رفعة عدم مصر واتطمنت على بلد الحمد لله وأنا فخور جدا بزمالي وجايبها اليوم النهاردة وبشكركم جدا النهاردة على أنتم موجودين فهي الرياضة ثقافة شعوب وأنا بشكركم جدا على ثقافتكم وتشجاعكم لنا دايما ودايما في التقدم وزي ما قلت أنا أو أي حد من زمالي المهم أن مصر دايما تفضل في المقدمة وأنا بشكرك جدا بشكر كل الجهات اللي بترعى الرياضي الأولمبي وأنا يعني اشتغلت جامعة جدا علشان الدورة الأولمبياء بتاعت باريس وكان حلمي وهدف أن أنا أجيب فيها مداليا وكنت الأرقامي اللي في التمرين كانت تجيب مداليا لكن قدر أربنا وقدر أن يحصل لإصابة وأنا على البطولة وما قدرش أن أنا أكمل وأنسحب يعني لكن إن شاء الله أنا أوعدكم يعني أن أنا هكمل في طريقي وأنا قدامي دورة جديدة وإن شاء الله أقدر أن أرجعتني لدورة الأولمبياء وحقق مداليا بإذن الله هو الدكتور أشف كان بيجي متابع معنا طبعا في التدريبات ومتابع معنا في كل حاجة أنا فاكر بعد ما أطلعت من الماتش اللي أنا خسرت فيه المداليا وكنت زعلان جدا التلفون بتاعه فرق معي جدا لأن كنت محتاج تلفون زي ده طبعا كلمني والمكالمة بتاعته دي فرقت معي جدا وعايز أقول برضو أن أنا مبسوط من حتة أن بعد ما أنا روحت أنا أعيز أعلان أن أنا خسرت المداليا والكلام ده كان مؤثر فيها جدا بس لقيت الناس عندها وعي في السوشال ميديا وعرفا المكان اللي أنا وصلت لها وعرفا يعني أن أنا بلعب على مداليا أولمبية الفعالية لم تتوقف هنا فسباقات الموتورويك استمرت بمشاركة كبيرة من الرجال والسيدات فضلا عن معارض السيارات الحديثة في منطقة نورث سكوير وذلك أيضا وسط تفاعل كبير من الجمهورة ورواد مهرجان العالمين الجديدة بأنشطة السرك القومي وفرق الفنون الشعبية بالممشى السياحي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتجديد تعيين حسن عبدالله محافظا للبنك المركزي لمدة عام وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام في أغسطس 2022 ثم تم تجديد له لعام آخر في السابع عشر من أغسطس 2023 ونجح حسن عبدالله خلال قيادته للبنك المركزي في القضاء على السوق السوداء للعملة كما نجحت سياساته في كبح جماح التضخم والهبوط به من مستويات فوق 40% إلى 25% أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا حول المؤشرات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي على المستوى العالمي وأشرى التقرير إلى أن عدد مستقدم وسائل التواصل الاجتماعي بلغ 5.17 مليار مستخدم حول العالم في بداية يوليو 2024 وهو ما يعادل 63.17% من إجمالي سكان العالم حيث واصلت أعدد مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في النمو وانضم 282 مليون مستخدم جديد إلى وسائل التواصل الاجتماعي مزيوليو 2023 ويعادل هذا نموا سنويا بنسبة 5.8 من 10% بمعدل متوسط يبلغ 8.9% مستخدم جديد كل ثانية توصلت الدراسات والأبحاث الميدانية إلى أن الأطفال يقضون وقتا أطول على الإنترنت ورغم أن التواجد وتصفح عبر الإنترنت يساعد الأطفال على التعلم والتخيل لكن هذه الفرص تأتي أيضا مع مخاطر جسيمة بالرغم من كل فوائد الإنترنت لكنه مصحوبا بمخاطر جسيمة على الأطفال مثل تنمر الإلكتروني وخطاب الكراهية والمحتوى العنيف إلى جانب الرسائل التي تحرض على إيذاء النفس وتصل إلى الانتحار فضلا عن خطر الانضمام إلى التجنيد من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية منظمة اليونيسيف أكدت أن أكثر من ثلثي شباب عبر ثلاثين دولة أعلنوا تعرضهم للتنمر عبر الإنترنت إذ يتخلى شاب من بين كل خمسة شباب عن المدرسة بسبب وقوعه ضحية لذلك وفقا لليونيسيف فإن عام 2023 شهد استخدام 79% ممن أعمارهم ما بين 15 و24 عام لمنصات التواصل عبر الإنترنت مقارنة بنسبة 65% من بقية سكان العالم تشير البيانات كذلك إلى أن الأطفال يقضون وقتا أطول على الإنترنت أكثر من أي وقت مضى وبنسبة متزايدة إذ يستخدم أكثر من 175 ألف طفل شبكة الإنترنت للمرة الأولى في كل يوم بمعدل طفل جديد كل نصف ثانية مؤخرا بذأت شركات التكنولوجيا انتهاك خصوصية الأطفال بهدف جمع البيانات لأغراض التسويق مما يجعل هذه الفئة من المستخدمين عرضة للخطر فالتسويق الذي يستهدف الأطفال من خلال التطبيقات والوقت الطويل الذي ينضونه أمام الشاشة يضر بالنمو الصحي للطفل في السنوات الماضية بذأت ظاهرة الألعاب المميتة أو كما تعرف بألعاب الموت في الانتشار على الساحة العالمية وذلك يعود إلى كيفية تصميمها لجذب أكبر عدد ممكن من الشباب والأطفال لما تقدمه هذه الألعاب من متعة وقدرة على إدخالهم في حالة من الغمود والإثارة أثناء استخدامها فضلا عن وجود بعض التطبيقات التي قادت العديد من الفتيات المراهقات والأطفال للوقوع كضحايا لعمليات الاغتصاب والابتزاز والتعذيب النفسي والبدني بل تعدى الأمر ليصبح مهددا مباشرا لحياة مستخدمي الأمر الذي يستوجب الالتفات له والتعامل معه بجدية من قبل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني للمزيد معنا عبر الهاتف الدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة بجماعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أهلا بحضرتك معنا دكتورة يعني مخاطر كثيرة من خلال التعامل وتفاعل الأطفال والشباب مع الإنترنت ظاهرة الألعاب المميتة التنمر والابتزاز وغيرها هذا جزء بسيط من كم كبير من خلال هذا التفاعل على الإنترنت كيف ترينا هذه الظاهرة هذه المشكلة التي يعاني منها غالبية البيوت المصرية طيب أهلا بحضرتك جميعا طبعا الموضوع ده خطير جدا جدا لأننا بنتكلم على نشط ونتكلم على شباب يعني قد تصلوا المخاطر من أول أنهم يتم تجنيتهم أو استغلالهم أو تجازهم جنسيا أو تحرش بيهم أو أنهم يقدموا معلومات عن مثلا لو أهليهم بيشتغلوا قطاعات كده في الدولة أو قطاعات مهمة أيضا بيقدموا معلومات عن بيتهم عن معلومات خطيرة جدا إلى حد زي ما تفضلت قلتي إلى حد الانتحار وليس بس حد الانتحار ده ممكن يموت حد تاني كأنها نوع من أنواع التحدي وده حصل في بعض ألعاب الجنس فطبعا الموضوع ده خطير جدا والشكل التعرض لمخاطر أمنية أثناء اللعب أو وجوده على الإنترنت كتير جدا جدا أحيانا برضو التعرض لمحتوى غير مناسب يعني ممكن أن الأصفال الصغيرين دلهم معجين بيشتغلوا يعني مثلا لو جاءنا نتكلم على بعض التقانيات المستخدمة الذكاء الاصطنوعي بقاطة اللي هي موجودة الماسنجر الماسنجر داتي 300 ألف روبوت تردشة باستخدام الذكاء الاصطنوعي طبعا بيطلب من الطفل نتأكد أن عمره ما يتعباش كذا فالطفل ممكن يكتب أي عمر ويخش يتكلم معه في حط له محتوى غير لائف وغير أخلاقي يتم برمالة دماغ الطفل في اتجاهات خطيرة جدا جدا والأسف أنه أحيانا بتبقاش القفلة واعية أو معندهاش علم وبعدين ما تقدريش تبنائي طفل منهم يخش على الانترنت أو يتواصل عن طريق الانترنت لأنه أصبح كل هياتهم مرتبطة على الانترنت ألعاب اللي بيلعبوها الجامز زي الفلاتة اللي هي موجودة بلاي ستيشن والحاجات دي كلها ممكن تكون بتواصل مع أجهات خارجية يعني فيه ناسبة بتقول إنه 91% من اللي بيلعبو ألعاب الجامز دي من 3 أو 3 سنين ل 15 عام وطبعا بيلعبوها أحيانا عن طريق الموبايلات أو عن طريق إنه بيلعب مع أخواتك اللعب اللي هي بلاي ستيشن حاجات دي كلها ارتباطه مع أجهات خارجية ممكن تكونوا مجرمين ممكن يكونوا نات بيجنزهم ممكن يكونوا نات بيستغلون جمسيا أو بيبتزوهم أو إنه يؤثروا على حتى على عقلهم وعلى عقلتهم وعلى دانهم وده أصبح موجودة زي ما اتفضلت قلت لعد كتيرة يبتوصل الطفل بعد اللي بيلو 15 مثلا يشنق نفسه أو ولع في البيت اللي هو في دي وده حصل مش في مصر بس ده على مستوى العينة وهتبدي إن ورد معظم العاد دي جهاز أجهة استخبارات موجودة ومعروفة أجهة في الاستخبارات دي إنها بتشتغل على تجميد الأطفال أو توجيه المجتمع كله عن طريق استخدام الأطفال الصغيرين طيب دكتورة غدا يعني ما الحل ما السبيل لحماية الأطفال والشباب من هذه التطبيقات المختلفة التي يمكن أن تكون هادفة كما ذكرت حضرتك يعني هناك أجهزة معينة هي التي تدير هذه التطبيقات بشكل أو بآخر وبالتالي كدولة كأسرة كمجتمع إلى أي مدى يمكن أن تكون هناك حماية ما للأطفال والشباب منها طبعا فيه ما تفضلت قلتي على مستوى الأسرة وعلى مستوى الفرد وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى المؤسسات كمان مش فكي يعني كل ديات الدولة فأب نتلم على كل الوزرات لها دور كبير جدا فسرة جدا في موضوع حماية شدابنا وأطفالنا من مخاطر الأنترنت على مستوى الأسرة إحنا في الدولة المصفية تعمل برامج تواجهة كيرة جدا يعني إحنا في الدفاع الشعبي مثلا بننزل للمجتمعات والشباب والأطفال وبنكلمهم مخاطر التكنولوجيا وإزاي بقى العكس إننا نستخدمها استخدامات إيجابية عشان نعمل منها وضائف المستوى في ظل التغير اللي بيحصل ده مفهوم من القدس بقى نتعلم ابنها طبعا مستحيل تمنعي أنا بقى كده ومستحيل إنه أب وأمي نعطف إنه تواصل عن طريق الإنفانات نفهمه إزاي إنه ما يحطوا الصور الشخصية على الإنفانات ما تحطوا الصور الشخصية ونشرحوا المخاطر بتاعتها ونكلموا لإن الصور دي ممكن تستخدم كهوية رقمية ليك ويحصل فيها مشاكل نؤكد إنه ما يحطش أي بيانات تخص بتهم معلومات عن تليفونه ومبيانات عن موقعه فيه إنه خرج إنه دخل إنه في المطعم الفلاني إنه بتربط على الأناكن الفلانية ديت ما يحطش أي بيانات شخصية ولا صورة بطاقته ولا أي حاجة على السوشال ميديا أو على الألعاب الجيمز أو الحالات الموجودة أيضا إنه ما يكونش في وضع إنه معلومات تخص الأسرة يعني مفروض أنه ما يحطش أي معلومات تخص الأسرة بتاعته على الانترنت خالص كمان ممكن الأسرة بتاني الحاج جانيلا جدا ما كنا نعشي بس قوله طالما أنت سنك في السن السنيني فأنت عندك الوقت بالساعة كذا للساعة كذا عندك استخدام الانترنت هتقعد مع الانترنت أه صحيح ويكون الأم والأب عاديين جنب ومش تجول واحده يعني لو جانا بيلعب لابد بلايستيشن مثلا تكون ده أصاد الوالد أو الوالد عشان يبقاش في ورصة الوحده ويتم تفايشة العزناف ونعلم الأطفال بشكل كوي طبعا عن مستوى المدرسة أو القصة طبعا ومؤسسة بتاولة بتاعمل ده دلوقتي اسطلوك الصحيحة الآمن عبر الانترنت إزاي نستخدم الانترنت بطريقة أمانة يحاولوا يعملوا الأهالي أنشطة للطلبة بدنيا عشان ينبعد شوية عن حتى التأثيرات المجالات المغمبصية بتاعت الموبايلات والأجهزة اللي حواليه إحنا ممكن كمان طريقة تفكير الادات تعود بداية ما أقوله أقوله أني عندي موضوع علمي حاجة بسيطة ممكن تبور لي على الزكاء الاصطناعية أنا أعمل كده مع بعض الشراب يروح يدور ويسجع وفرحان ويقول لي كنا نبدأ ندوى طبعا مكتبك الإسكندرية عن الأمن السيدراني وكان حاضر معنا أطفال من خمس سنين لتلاتاشر سنة نعم دكتورة يعني هي تدابير يمكن أن تتخذها الأسرة في نطاقها المحدود وأيضا على المجتمع وعلى مؤسسات المجتمع المدني والدولة أن أيضا تساهم وتتضافر الجهود لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة دكتورة غدا عامر عامد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم وتكنولوجيا أشكرك شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير مع السفير الكويتية غانم سقر الغانم تدعيم التعاون المشترك في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات وأكد كامل الوزير استعداد وزارتي النقل والصناعة لزيدات حجم التعاون مع الجانب الكويتي في هذين المجالين بما يحقق مردودا اقتصاديا مصمرا للجانبين مشيرا إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتطوير كافة المواني المصرية في إطار توجيهات الرئيس السيسي لتحويل مصر لمركز أقليمي للنقل واللوجستيات ومن جانبه أشهد سفير الكويتي بالقاهرة بالتطور الكبير الذي اتشهده مصر في عهد الرئيس السيسي في شتى المجالات مؤكدا حرص بلده على زيدة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات ومنها قطع النقل والصناعة عقادت اللجنة الوزرية لتنفيذ مشروع الموائمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل اجتماعها الأول برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية وزير تربية والتعليم والتعليم الفني ووزير العمل وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة تناول الاجتماع مناقشة سبل تطوير البرامج التدريبية لكي تتناسب مع متطلبات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين وربط التعليم بسوق العمل والبحث عن آليات لربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات القطاعات المختلفة وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات كما تطرق الاجتماع إلى خطورة الكيانات التعليمية الوهمية وإلى أثارها السلبي على العملية التعليمية وسوق العمل وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تشمل تجديد العقوبات وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لمكافحة هذه الكيانات والحد منها لحماية حقوق الطلاب نهاية نشرتنا إلى عنوانها خلال اجتماعاً مع رئيس الوزراء ووزير الأوقاف الرئيس سيسي يوجهه بتطوير برامج تأهيل وتدريب الأمة بلينكين يلتقي هيرتسوغ في تل أبيب ويقول إن المحادثات بشأن غزة ربما تكون آخر فرصة للتوصل إلى هدنه الحزب الديمقراطي الأمريكي يعقد مؤتمره الانتخابي في شيكاغو للدعم ترشيح هيرتس رسمياً لخوض انتخابات الرئاسة وصلنا إلى ختام نشرة السالسة من التليفزيون المصرية في رعاية الله اشتركوا في القناة